موسيقى سهل الخير على حضراتكم سهل الخير على كل جماهير النادي الآلي في كل مكان برحب بحضراتكم يوم جديد وحلقة جديد من المحترف النهاردة حلقتنا ان شاء الله هتكون حلقة مميزة جدا هنتابع فيها مع حضراتكم أخبار الكرة العالمية الكرة الأوروبية هنتابع أكيد موسم الانتقالات المشتعل ومازال مشتعل في القرى الأوروبية كمان هنقش مع حضراتكم قضية مهمة جدا تخص الدوري الألمانية وبالأخص باير ميونيخ من خلال حلقتنا النهاردة هل يترى الكرة الألمانية بتسعى أنها تعتلي الصدارة وتاخد الأضواء من الدوري الإنجليزي المسيطر على العالم ويكون أفضل دوري في العالم لمدة يمكن العشر سنين اللي فاتوا هل ألمانيا ستعيد أوراقها مرة تانية لجذب المستثمرين وجذب رجال الأعمال ووجود نجوم كبار ومدربين كبار في الدوري الألماني دي أضايا النهاردة ان شاء الله هنقشها مع طبعا نقلنا المتميز كمان في الكرة الألمانية محمد الباس عندنا أضايا كتيرة جدا وعندنا يعني ملفات كتيرة جدا لكن خليني قبل ما أبدأ مع حضراتك وأتكلم أكيد هندينا النادي الأهلي ردود أفعال بعد مباراة بيراميز والخصارة بهدفين مقابل لشيء للنادي الأهلي ردود أفعال جزء منها مقبول جدا إحنا جماهير النادي الأهلي النادي الأهلي مش متعود على الهزيمة والنادي الأهلي كمان وجماهير النادي الأهلي عارفة أن كرة القدم مكسب وخصارة ولكن مش بالشكل اللي تم في مباراة بيراميز تكلمنا كتير جدا جدا عن غياب الروح عن القتال عن 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 حاجات كتيرة جدا ومن حق جماهير النادي الأهلي أنها تزعل لأنه هو ده الفرق ما بين جماهير النادي الأهلي وأي جمهور تاني النادي الآلي بيسعى دايماً للبطولة النادي الآلي دايماً بيسعى للفوز وكمان الفوز بشكل كويس وبأداء كويس طبعاً معادلة صعبة جداً في كثير من الأحيان بيحقى النادي الآلي ولكن عايز أقول له حضراتكم كمان ده هدف المحترف إن احنا يعني بنسلط الدوق كيف تتعامل أوروبا والأندية الأوروبية مع لعبتها وكيف يتم التعامل هنا للأسف في الدور المصري في حاجات كتيرة جداً مش انتقاداً أكيد للدور المصري لكن رغبة وإصرار منا إن احنا بقدر الإمكان بنحاول نضع قدماً على الطريق الصحيح حتى يقول لي إيه العلاقة ما بين اللي بتقوله وما بين مباراة النادي الآلي وفيرمس لا فيه علاقة كبيرة جداً على مستوى اللاعبين كل الناس قالت إن اللعيبة مش في المستوى وإن اللعيبة أداء سيء جداً حتى ما فيش سرعة ما فيش قوة ما فيش قتال أنا أتفق تماماً مع كل الإقتال لكن خلينا نشوف الأسباب ونقارن الأسباب خلينا نشوف إيه الأسباب الأسباب أكيد في حالة إجهات واضحة جداً 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 على لعبة النادي الأهلي وعايز أعمم كمان على مستوى الدور العام في مصر لو اتفرقت على أي مباراة إلا قلة قليلة مع الفرق اللي هي مش مضغوطة بشكل كبير هتلاقي عندهم شوية سرعة عندهم شوية قوة لكن معظم مباراة الدوري عندما تتفرج عليها وتتفرج مثلاً على الدور الإنجليزي أو الدوري الألماني هتلاقي فيه فرق في السورة فرق في السرعة والقوة والتحامات الرتم سريع جداً خلي بالكو ده آه بيجي من أساسيات كورة القدم وبداية من سيستم المباراة لكن كمان عملية الجهاد الواضحة جداً جداً على لعبة النادي الأهلي خاصة إن لعبة النادي الأهلي معظمها بيلعب مع منتخب مصر تخيل حضرتك إن ثلاث مواسم بدون توقف ثلاث مواسم على التوالي يعني أنا لو رحت أي بلد في أوروبا أقول لعيب الكورة أنت تشتغل ثلاث سنين من غير ما تاخد أجازة يعني كلام غير مقبول وغير منطقي بالمر بالمقارنة بنشوف مثلاً ليفر بول موسم طويل جداً 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 ولكن بعد الموسم اتفرج على محمد صلاح هو بيقضي أجازته مع عيلته بقاعد في جزيرة في اليونان بنتفرج على ساد يومانيه بيروح قبل ما يروح الباين بيرجع بلده بيقضي أجازته إبراهومي فيتش أيضاً في جزيرة بيستمتع بأجوائه الخروج والفصل ما بين المواسم ده شيء أساسي في كورة القدم الراحات ده شيء أساسي أنا لما كنت بلعب في ألمانيا يعني بنأخذ طبعاً أجازات أسبوعين ثلاثة ما بين المواسم أو شهر بالكتير قوي المدرب يقول لنا أخج تماماً طلع طلع كورة القدم من دماغك واستمتع بحياتك عشان تبدأ تشحن تاني وتبدأ تقدر تدي داخل الملعب للأسف لعبت النادي الأهلي محرومة من الكلام ده خلينا نتكلم بكل أمانة إحنا دلوقتي مش هقول في موقف صعب النادي الأهلي يعني نادي كبير جداً جداً لعبته قادرة أنها تعدي كل المواقف إيه المطلوب؟ أولاً المطلوب من اللعيبة الإصرار والعزيمة والروح القتالية نمرة واحد نمرة واحد ده لو أنت عملت كده واتغلبت ما عندناش أي مشكلة يبقى اللعيبة عندها تيجي على نفسها كمان والنادي الأهلي متعود على لعبته أنها لعيبة رجالة وفي المواقف الصعبة بتقدر تظهر بمعدن روح النادي الأهلي ده المطلوب عزيمة إصرار مجهود دوس على نفسك كويس قوي وروح الفنينلة الحمرة لازم ترجع تاني وتظهر تاني ده نمرة واحد نمرة اتنين جماهير النادي الأهلي اللي بتحب النادي الأهلي دلوقتي وقت الروح المعنوية لازم تبس روح معنوية عالية جداً ده وقت أنك لازم تدي طاقة إيجابية الطاقة الإيجابية ده يتصدقوني هي هل هي تساعد لأن خلاص كل البيت اللعي ينتقد وبيقول لحنا وكذا واللعيبة والموضوع منتهي وده مش هيجيب نتيجة أجابية خلينا نقف جنب نادينا زي ما متعودين خلينا نقف جنب لعباتنا زي ما متعودين خلاص صفحة بيرامز اتقفلت عندنا مباراة مهمة جداً مباراة ببطولة أمام نادي الزمالك فريق كبير وماشي بمستوى هايل احنا قد المباراة داية إن شاء الله وبإذن الله نتوج بكاس مصر وكمان نخش بقى مع معاعة الدوري وزي ما بقول النادي الأهلي أنا في رأيي الشخصي ما زال ما زال إن شاء الله هو الأقرب للفوز ببطولة الدوري لما بتضع يعني بتحط ضغوط على لعبة النادي الأهلي ويكون جنبها روح إيجابية وإسرار وحمل لعبة النادي الأهلي المسئولية هيكون قدها إن شاء الله على مستوى الإدارة على مستوى مجلس الإدارة طبعاً يعني لا يبخل جهد على اللعيبة وعلى الجهاز الفني كمان جهاز فني جديد بقيادة ريكارد سوارش يعني مش عايزين نخط علامات استفامة على قدوم ولسه الراجل ما بلوش إسبوعين ثلاثة يعني أنت لازم تخيم المدرب مش أقل من عشر خمستاشر مباراة فإحنا في موقف إن شاء الله بإذن الله أنا متفائل لكن على جماهير النادي الأهلي إنها تبس الروح الإيجابية تبس الروح المعنوية العالية طاقة الإيجابية على لعبة النادي الأهلي القتال العزيمة داخل الملعب والروح الفنيلة الحمرة لازم تظهر من أول دقيقة ده كان طبعا تعليق على مباراة النادي الأهلي وبيراميدز وزي ما أقول لحضراتكم آه حقك تنتقد ولكن كمان أنا شرحت جزء من الأسباب الكثيرة جدا اللي ممكن تشوف لعبة النادي الأهلي مش قادرة تقدي مش قادرة تطلع لجواها نتيجة طبعا تلاحل مواسم كبيرة جدا على مستوى النادي الأهلي وبطولاته مع كمان المنتخب المصري من خلال المباريات الدولية طيب قبل ما نبدأ كالعادة ملفاتنا النهاردة عندنا يعني عندنا بعض الأخبار السريعة اللي عايز أتكلم فيها مع حضراتكم كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو حلقة وعلامة استفاهم كبيرة زي ما بقول لحضراتكم في المان يونيتد أول أربع تيام ما راحش التمرين عايز يمشي إدارة تجهاج طبعا المدير الفني قالك لا إحنا رونالدو مش للبيع النهاردة روبي فاولر طبعا أسطورة لبارفول اتكلم عن موقف رونالدو ورغبته في الرحيل عن منشيصة جونالدو وقال أنه هو معجب جدا جدا بكريستيانو واللي حققه لكن الآن طبعا هو في مرمى النيران في اليونالدو وقال أنه أجد أن هذا غير عاد كمان أضاف لما عاد رونالدو مرة تانية للأولد ترافورد قدم مباريات أكتر من رائعة قام بدوره سجل 24 هدف لكن الفريق تفكك بسرعة كبيرة وده مش خطأ كريستيانو رونالدو برغم أن البعض طبعا صارعت يعني ويوجه أصابع الاتهام إلى رونالدو لكن طبعا فاولر بيقولك ده ما كانتش مشكلة رونالدو نهائيا وكمان تابع وقال سمعنا طبعا الرواية اللي بتقول أنه لا يوجد ضغط أو هو ما بيعملش خلاص سنه كبير فما بيعملش يقدرش يعمل ضغط على المنافسين أو على المدافعين بشكل جيد فطبعا فاولر قالك لا كريستيانو رونالدو من حتى وهو شاب عنده النواحة الدفاعية كانت قليلة شوية ما بالك دلوقتي وصل لسن 37 سنة لكن في وجهة نظر فاولر أن رونالدو فعل ما وقع من أجله يعني ما الهدف اللي تم يعني وضع المان يونايتد أو رجوع رونالدو للمان يونايتد الراجل قام بدوره كاملا حتى 24 هدف وكمان تم ترشيحه كأفضل لعب في البريميال ليج خلال الموسم الماضي وبالتالي كان فيه طبعا حملة دفاعية لصالح رونالدو من طبعا أسطورة ليبربول بالتأكيد بيقولك كمان أن احنا بنحاول بقدر الإمكان أنه بننتقد وهو إذا أراد الرحيل واللعب في دوري تاني طبعا هو كريستانو رونالدو كمان محب لطبعا دوري أبطال أوروبا ودايما أكيد أي لعب بيحب أن يكون موجود لكن بالأخص كريستانو رونالدو عايز يحقق أرقام قياسية جديدة عايز يتواجد في أحد الأندية اللي بتلعب فيه طبعا دوري أبطال أوروبا الموسم القادم وده حقه بشكل كبير جدا كانت يعني تويتا من خلال أسطورة ليبربول لطبعا كريستانو رونالدو طبعا هنروح بقى لحضراتكم كمان ونعرف أخبار الصحف وعنوين صحف العالمية قالت إيه في المحترف نبدأ جولتنا في الصحافة العالمية بصحيفة ماركة الأسبانية ركزت على ريال مدريد والتحضيرات للموسم المقبل وخدت الخطة المعدة البدنية لهذا الفريق والمعدة البدني وكتبت الجريدة خطة بدنية اهتمت طبعا بفريق أتلتكومديد كمان وخطة تقليص عدد المهاجمين وكتبت لا يمكن البقاء سوى لأربعة لسه في أسبانيا مع سبورت الأسبانية ركزت على أخبار برشلونة وسوق الانتقالات الخاصة بالفريق وكتبت طبعا ليفندويسكي يعني قال أرغب في انفوز بالألقاب مع برشلونة وطبعا برشلونة يصارع من أجل ضم إزب الكويتا كما اهتمت كمان بقرار منشستر يونايتد بشأن الهولندي فرانك دي يونج لعب طبعا وسط برشلونة وكتبت منشستر يونايتد يقرر انتظار دي يونج صحيفة آس الأسبانية ركزت على البلجيكي أيدن هازارد طبعا مهاجم ريال مدريد واستعداده للموسم الجديد وكتبت أخيرا هازارد كما تحدثت على اهتمام أتليتكو مدريد بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وكتبت كريستيانو رونالدو يقنع سيموني الصحيفة كمان اهتمت بتصرحات لبندويسكي عن برشلونة تحديدا عن تشافي والأكد خلالها ان تشافي مدرب برشلونة يمتلك خطة واضحة طيب نسيب أسبانيا ونطلع سريعا اليوكيب الفرنسية اللي ركزت على تعاقد طبعا فريق باريس سان جرمان مع اكنيكي هو نجم الليل مارتين تيري وكتبت طموح في باريس سان جرمان طيب نسيب فرنسا ونطلع على ايطاليا صحيفة لاجازيتا ديلي سبورت الايطالية ركزت على الهولندي طبعا ماتيز ديليخت وقرب رحيله عن اليوينتوس الى باير مونيخ وكتبت رحيل ديليخت ويوفينتوس يتغير اكدت الصحيفة ان يوفينتوس تلقى عرض لضم اللاعب مقابل 80 مليون يورو اهتمت كمان الصحيفة بباولو ديبالا وعرض روما لضم اللاعب ولكنها اكدت ان العرض ضعيف وانتر ميلا بيرائب الموقف من بعيد تمهيدا لضم اللاعب فيه كانت صحافة اوروبا وصحافة العالمية موسم انتقالات مشتعل جدا جدا وحنتابع كل دوت طبعا مع ضفنا محمد الباز لكن بعد الفصل اهلا بحضراتكم مرة تانية نبدأ اول ملف عندنا النهاردة في المحترف ملف مهم جدا جدا بنتكلم عن الكرة الالمانية وبالاخص عن باير من خضراتكم عارفين طبعا الباير مكتسح طبعا الدور الالماني خلال السبع سنين اللي فاتوا لكن فيك قضية مهمة جدا قضية 50 plus 1 قضية مهمة جدا حنقشها مع واحد عاش في المانيا وعارف العقلية الالمانية وهو طبعا محللنا المتميز محمد الباز مساء الله خير عليك محمد مساء الله خير كابتن هاني اخبارك تمام الحمد لله سنة حضرتك طيب الحمد لله تمام الحمد لله محمد انت عيشت في المانيا فترة كبيرة جدا وخلينا نتكلم قبل ما نتكلم خاصة على باير ميونيخ وموسم مشتعل بالنسبة للانتقالات بالنسبة للباير مش متعودين عليه لكن خلينا نتكلم على يمكن بعض الناس وعلى رأسهم أوليفا كان أوليفا كان طبعا أسطورة الباير ميونيخ وحارس المرمى العملاق قد طلع في السوشيال ميديا وبتكلم عن موضوع 50 بلاس وان بالنسبة للمستثمرين وبالنسبة لمستقبل الأندية الألمانية اتكلم على شيء مهم جدا قالك علشان ننافس الدوري الإنجليزي والنافس الدوريات القبرى لازم نستغنى عن موضوع 50 بلاس وان 50 بلاس وان يا جماعة هو عملية بيع الأندية أو استحواز المستثمرين على الأندية في ألمانيا يمكن اللي كتبه أوليفا كان بيقولك علينا أن نفكر مدى فائدة قاعدة 50 بلاس وان على القرى الألمانية يمكننا أن نفترض أن المنافسة ستصبح أقوى عند الغاء هذه القاعدة كل مرشح في هذه القاعدة يصنف على أنه الشخص الشرير الغاء هذه القاعدة ليس من أجل إيجاد يعني يعني منافسة ولكن البقاء على البيرن في القمة هذا لن يتحقق بدون دوري عالي الجودة لا نريد أن نسمع من إنجلترا أن البوندزليجا هي دوري مزارعين أو دوري تدريب اللاعبين دي تويتا قوية جدا من واحد من أساطير القرى الألمانية بيتكلم عن مستقبل الأندية الألمانية ومستوى الدوري الألماني صحيح أولا رأيك إيه في الكلام اللي قاله أوليفا كان وتربطه بإيه بما يقوم به البيرن من صفقات يعني كتيرة جدا جدا بممالغ كبيرة جدا ما كناش متعودين أن بير ميونيخ يقوم بهذه التدعمات صحيح هو بير ميونيخ في الوقت الحالي أعلن الحرب على قاعدة 50 بلاس ون القاعدة زم حضرتك شرحت بالزبط هو تمكين المستثمرين أنهما يتملكوا أكثر من 50% من النادي هو كان الطبيعي أن النادي يمتلك 51% والمستثمر 49% فبالتالي هو في منافسة شرسة جدا مع الدوري الإنجليزي أو الفرنسي أو الإيطالي أو الدوريات الأوروبية بشكل عام الحرب اشتغلت خصوصا بعد الكورونا الحرب اشتغلت على قاعدة أو نموذج 50 بلاس ون والضرائب موضوع ضرائب المعقد دائما في ألمانيا طبعا المستثمرين مش بس أوليفا كان كل الأساطير القديمة ورؤساء بايم يونيخ القدامة حتى دخل في الصورة بروسيا دورتمونت وكل الأساطير والمديرين وكل ما له علاقة بكرة القدم وصناعة كرة القدم في ألمانيا بحربوا بكل جدية بدأوا يتعحدوا مع بعض على الرغم كابتناني أنهم أصلا هم اللي وضعوا القاعدة دي في الماضي دلوقتي بحربوها ولكن عندهم حق دائما فيه منافسة شرسة فلازم يحصل نواكب التغيرات التي تحدث في العالم والسرعة التي تحدث من ناحية الماركتنج من ناحية حاجات كتيرة جدا أنت عندك لعبة كبيرة جدا نفسها تيجي البونس ليجا أو البونس ليجا نفسها يستقطب لعبة كبيرة بأسماء كبيرة من باب تدعيم الماركتنج والميديا وحاجات كتيرة جدا بتضيف مبالغ مالية للبونس ليجا بشكل عام وتزيد من قوة منافسة البونس ليجا مع الدوريات الكبيرة. يعني شايفين دلوقتي كلام على أن كريستانو رونالد يروح باير ميونيخ. طبعا القاعدة نفسها 50 بلاس ون. والمرتب الكبير اللي بيدفع لكريستانو رونالد ومعينه. هيكون دافع قوي جدا للبونتس ليجا. رحيل روبرت ليفندوسكي أو رحيل طبعا هالند عن البونتس ليجا. طبعا هيأثر بشكل كبير على قوة البونتس ليجا. وكمان خلي بالك هم عملوا القاعدة ديت برضا. عشان الناس تفهم فيه تخوف. كان فيه تخوف من المستثمرين لأنه يستحوزوا على أكثر من 51% من الأندية. من سياسات المستثمرين. يعني أنت دايما عندك الشعب الألماني متحفز إلى حد كبير. ملتزم جدا بالقوانين. بيخاف جدا من عملية أن يجي مستثمر ويستول على نادي. ومن خلال سياسته ممكن ما تمشيش مع الألمان. ما تمشيش مع السياسة الألمانية. فده كان الهدف الأساسي فيه طبعا 50% صحيح. وكنا دايما نسمع عن سخرية الألمان من امتلاك بعض العرب أو بعض المستثمرين الكبار للأنديية الإنجليزية أو الأندية الفرنسية. ودايما أرينا في الصحف الألمانية يعني شيء كبير من السخرية. دلوقتي لأ. لأن تم الهجوم من الناحية الأخرى. يعني الانجليز أو الدوريات في العالم كلها. شافت أن البوندس ليجا هي دور المزارعين أو دور الفلاحين. اللي هو دوري يعني تقدر تقول إنه هو مش واخد السيت الأكبر. على الرغم كابتنين هو بيورد لعيبة كبار جدا للدوري الإنجليزي والدوريات الكبر. إحنا لو نبص في التاريخ ونشوف معظم اللعيبة على مستوى أوروبا. الستارز اللي هما التوب بلايرز في العالم. كل دولار طلعين من الدوري الألماني. حتى مانين نفسه لما يراحل ليفربول كان قبلها في الدوري النمساء. حتى على مستوى المدربين. يعني خرج يوروب روب. خرج تخل بروسيا دورتموند. كلها في الدوري الإنجليزي. لكن كمان على مستوى الاقتصاد. على مستوى الاقتصاد اللي كمان يخص البلد. كمان الدوري الإنجليزي يعني كمان بيدي مكاسب مش بس الأندية مكاسب على مستوى ميزانية للمملكة نفسها. صحيح. يعني وده إن شاء الله هنتكلم فيه ده بالتفصيل ونشوف تأثير الدوري الإنجليزي بس بنتكلم في 6 أو 7 مليار ده مليار باوند ده يعني كان إضافة لخزينة الدولة الإنجليزية أو المملكة البريطانية. عندنا إن شاء الله بإذن الله. الاتنين اللي جاي بإذن الله عندنا ملف خاص عن الكرة الإنجليزية. وإزاي العملية بتدار بشكل احترافي على مستوى الميزانيات. على مستوى الأموال. بجانب طبعا مستوى اللاعبين والمدربين. طرد الحمد. صحيح. فكنا بنقول إن الدوري الألماني دوري قوي. والدليل إنه هو صدر طبعا لعيبة كبيرة جدا. زي ما حدثك قلت. المدربين بيقودوا العالم. بيقودوا أكبر عنديها في العالم. حتى يعني لو نتكلم على صعيد بيب جورديولا وجوده لفترة طويلة مع بام يونخ وتحقيق نجاحات أيضا. لا. كل اللاعبين مروا من خلال الدوري الألماني. مدربين مروا من خلال الدوري الألماني. المدربين الألمان هم الأقوى على الساحة في الوقت الحالي. بالفكر الألماني. بالدراسات الألمانية. دايما هم بيرجعوا الألمانيا أصلا. بالدراسة اللي حدثك عارف كل فترة معينة. مجبرين إنه هم يعملوا دراسة وتثقيف لهم اللي لعبتهم. ارتبطات كبيرة جدا. إذن الدوري الألماني عشان يخش في المنافسة. محتاج فعلا يتم إلغاء هذه القاعدة. القاعدة أصبحت ندر نقول تسبب أزمات كبيرة جدا على صعيد التسويق أو الماركتينج أو الميديا. وضعف في البونسليك. طيب خلينا نروح للبايرن. والبايرن على غير العادة بيخش منافسات بأرقام كبيرة جدا جدا آخرة. دي لاختي طبعا لعب ليفينتوس وقيمة 80 مليون يورو. ده رقم كبير بالنسبة للبايرن. كمان سادي ومانيه واستخدام سادي ومانيه. وانت عارف يمكن اللعيبة لأفاركم مش متواجدين بشكل كبير في الدور الألماني. شايف هل بدأ البايرن في وضع سياسة جديدة للموسم القادم؟ يعني هوني قدر نقول. أو مش واضحة كابتن هاني. لسه مش واضحة بشكل كبير جدا. إن الرقم طبعا 80 مليون يورو اللي اتدفعوا في دي لاخت. دي لاخت. رقم كبير طبعا. وده ما اعتدناش عليه. طبعا عندهم أسقف للمرتبات وحتى في الصفقات. مش عايزين نقول إن الصفقة بالرقم الضخم دوت هو خلاص إن باير ميونيك غير سياساته. لأن حدث قلت في البداية إن الألمان موضوع صعب جدا. معقد جدا. بيتابعوا قوانين ضرائب صعبة جدا. فما اعتقدش إن الباير ميونيك هيستطيع إنه هو يهدد أو يكسرها دون اللجوء إلى مثلا يعني القواعد القانونية في ألماني. خلينا نرجع لديلخت. ديلخت لا. هو أصلا باير ميونيك بيطار ديلخت وبيتابعه من 2019. كان في التوب فورم بتاعه مع آيك سامستردام قبل الانتقال لليوفي. ديلخت عنصر قوي جدا في الدفاع. يكون طبعا إضافة كبيرة جدا لدفاع الباير ميونيك. الصفقة دي كان عليها نزاع كبير جدا من أكتر من نادي. همم طبعا المان سيتي. المان سيتي كمان دخل في الصورة في المنافسة على ضم ديلخت. بس ديلخت كمان يمكن كان واضح أنه اهتمامه بالانتقال للبايرن. يعني حتى زي ما أنت بتقول بعض الأندية عرض يتمكن مبالغ كبيرة على ديلخت. لكن هو شايف أن البايرن هو النادي الأنسب ليه خلال الفترة اللي جاي. صحيح. احنا لو نتكلم على ناحية التاكتكس أو من ناحية التقنية. ديلخت بمتلك قدرات كبيرة جدا حيساعد الباير ميونيك. زي ما كنا دائما نتكلم على الترسل ناقص وحيتماشى مع المنظومة ولا لا. ديلخت عنده حتة مميزة جدا كنا قبل كده مع ألابة ألابة طبعا المدافع قلب الدفاع مع باير ميونيك قبل رحيله طبعا لريال مدريد هنزف ليك ووظفه في قلب الدفاع لأدوار معينة. وبدأ أنه يطور في الأدوار ديت في عملية التدرج بالكورة وعملية طبعا البلد أبو حاجات كتيرة جدا. دي لف. أنا عايزة أختك برطو محمد للصورة اللي قدامنا طبعا دي طبعا تدريبات الباير استعدادا طبعا للموسم القادم. وكان في الصورة سادي ومانية. كمان سادي ومانية من الوجوه على مستوى العالم. نجم كبير. نجاحات كبيرة جدا جدا مع ليفر بول. ودلوقتي متواجد وكان عنده يعني هو كمان عنده الرغبة في الانتقال للدوري الألماني. وطبعا الانتقال للبايرن كان بالنسبة له شيء جيد جدا وكان مسر عليه. صحيح يعني احنا شايفين سادي ومانية قد يعوض رحيل روبرت ليفندوسكي بشكل كبير جدا من ناحية الخططية أو التاكتكس. طب قول لي ايه رأيك في رحيل ليفر. قبلوا يعني نكمل مع مانية. انت كان بالنسبة لك الأمور كانت واضحة ولا كان خلاص هو حتى بدأ مع عامل بري سيزون. يعني ليفا بدأ مع التدريبات مع البايرن في بري سيزون. لكن واضح انه كان عنده إصرار على الرحيل يعني. ده تعلم الاسبانية قبل ما يروح. في سطر الفاتي ديت نهاردة طلع طبعا في فيديو يتكلم بالاسباني ويرحب بنفسه ويرحب مشجعين البارسة باللغة الاسبانية مباشرة. طبعا رأيي في روبرت ليفندوسكي هو المضوع كان محسوم في الغرف المغلقة. ولكن الضغط أدارة البايرن ميونيخ علشان تجيب أكبر رقم وتحقق الصفقة بالشكل المرضي من ناحية المالية للبايرن ميونيخ. ان هما يوصلوا لهذا الرقم بدغط كبير جدا. لأن برشلونة أرسلت ثلاث عروض رسمية للبايرن ميونيخ. لدرجة ان بايرن ميونيخ يعني لم يرد على برشلونة. برشلونة بعتت فاكس عشان نتأكد احنا محتاجين روبرت ليفندوسكي. روبرت ليفندوسكي طلع بتصريح لك. انا مش هلعب. خلاص. من ناحيته تماما ارجو تفاهمكم وتفاهم جمهور البايرن ميونيخ معي. انا يعني قدينا وقضينا يعني فترة كبيرة جدا. ثمان سنين مع بايرن ميونيخ. كل حاجة مع البايرن ميونيخ. عايز تحديات جديدة. هنتكلم عليه بالتفصيل. لان انا وانت كنا منتكلم قبل ما نخش هوا. يعني ارقام وارقام مزهلة جدا. وعلى لعب من طراز فريد. وبعض الناس متخولفة شوية في تجربته مع برشلونة. لكن كمان على مستوى ساديو مانيه طبعا. وانتقال ساديو مانيه من ليبربول لبايرن ميونيخ. اعتقد كان ساديو مانيه لوجهة نظر. نشوفها مع حضرتكم. انها المدينة التي احبها حقا. اول مرة ألعب فيها هنا كانت عندما كنت في نادي سالتسبورغ. عندما عتيت الى هنا. كنت كشخص يعرف المدينة سلفا. لانها بالنسبة لي احدى افضل المدن. كما ان الناس هنا محترمون ولطيفون وكرماء. لذا بامانة انا سعيد للغاية. اهدافي بسيطة. احد اكبر احلامي هو الفوز بكافة الالقاب الكبرى. مع هذا النادي العظيم. لان هذا ممكن. عندما تلعب لبايرن ميونيخ. عليك ان تفر بالالقاب. شخصيا اعد نفسي محظوظا. كوني جزء من هذا النادي. وبالطبع نرغب في الفوز بكافة الكؤوس الممكنة. مع زملائي. طبعا ساد يومانيك سعيد بتواجده مع البايرن. زي ما قال. الموضوع مش جديد عليها محمد. وزي ما انت في وقت من الوقات فيه هنا في المحترف. شرحت لنا قدي. ساد يومانيك قد يكون كمان ورقة ربحة للبايرن في الخط الهجومي. شايف ازاي؟ اولا تعليقه. شايف مستقبله ايه مع البايرن خلال الموسم القادر. طبعا بالنسبة لتواجده قبل كده في الدوري النمساوي او سالسبورج. طبعا هو على علمه دراية كبيرة جدا بالحتة ديت. لانه ما يشبهه بعضه وريبين من بعض بشكل كبير جدا. بالنسبة له طبعا هيكون عنده كابتن هاني مساحة كبيرة جدا لتحقيق ارقام ونتائج. قد يكون اسطورة لبايرن ميونيخ في الفترات والسنوات القادمة. ساد يومانيه كمان جعان دلوقتي نقدر نقول جعان ايضا القاب فردية. هو نفسه حقق حاجات كبيرة جدا مع بايرن يونيخ. عنده كتيبة. هتخدم عليه بشكل كبير جدا من ناحية الخططية او التكتيكية. عندنا اكتر من جناح. يعني والجميل طبعا تجديد جنابري. جنابري جدت عقده بالزبط مع بايرن يونيخ. وهو بنفسه طلع في تصريح ساد يومانيه وتكلم مع جنابري بشكل يعني شخصي او رسمي. بيتمنى تجديد عقده. جنابري مع سانيه مع طبعا جمال موزيالة. مع الكتيبة الهجومية. الاجناحة الرائعة ديت. هتكون اضافة او مساعدة كبيرة جدا للساد يومانيه بتحقيق يعني نتائج والقاب كبيرة جدا. صحيح. صحيح. طبعا بجانب طبعا رايان جرافين ريتش. طبعا كمان لعب مميز جدا. نصير مزراوي. دول اتنين كمان على مستوى عالي جدا. ولعبة. خلي بالكوا لعبة صغيرة في السن. ساد يومانيه اعتقد في التلاتين. لكن في كمان بايرن من الفرق المميزة جدا على مستوى متوسط اعمار اللاعبين. اللاعبين مميزين. تعالوا نشوف حضراتكم وقالوا ايه. ونرجع مع نجمينا محمد البازا. بايرن يونيخ ناد كبير. اكبر ناد في العالم. عندما جوا اليه كان قرار الاول الانضمام الى صفوفه. ليفاندو فيسكي لعب جيد بالطبع. يريد ان العب معه. لكنه الان ينتقل الى فريق اخر. لذلك علينا ان نتقبل الامر. محمد شايف كمان ازاي سياسة بايرن في عملية متوسط الاعمار. يعني متوسط الاعمار جيد جدا بالنسبة للبايرن. فيه خبرات كبيرة طبعا موجودة. زي توماس مولر. توماس مولر موجود. رحيل كمان ليفا. لكن شايف ازاي البايرن من خلال متابعتك للدور الالماني. هل بايرن كمان قادر على الفوز بالمرة التامنة والتسعة للتوالي بالبوندس ليجا. ام كمان قدوم دورتمون على الطريق. يعني وتدعمات على مستوى عالي جدا. خاصة بعد رحيل هالندي. انا شايف ان سيظل بايرن ميونيخ يعني بيسود ألمانيا بكل ألقابها. يعني في الأغلب هو لقب البوندس ليجا. ألمانيا او البايرن ميونيخ بالأخص بيلعبوا على حتة الناشئين من فترة طويلة جدا. أهمهم جمال موزيالة. اللي تم تصعيده للفريق من 17 سنة. وايضا للمانشافت المنتخب الألماني. عندهم أكثر من لعب سن صغير جدا. يعني حتى جنابريا. وحتى سانية. وحتى اللاعبين اللي بيلعبوا في الخط الأمامي. لعبين صغيرين جدا. حتى دي لخت نفسه تقريبا 24 عام. صدود. كل ما يهم البايرن ميونيخ دلوقتي هو ترميم الفريق. كان عندهم بعض المشاكل في الصفوف الخلفية. في الصفوف الدفاع. زي ما قلنا بعد رحيل الألابة. دي لخته حيكون تعويض بشكل كبير جدا. جنب أبو ميكانو. حيكون دفع قوية جدا. كابتن هاني. احنا عندنا حتى في التقنيات أو السكيلز بتاعة اللاعب. خاصة قلب الدفاع. احنا كنا بنقول أن بايرن ميونيخ أعانى في قلب الدفاع بعد رحيل الألابة لريال مدريد. ألابة كان عنده بعض الحاجات الزراحة في هانز فليك لما كان مدرب الباير ميونيخ. هو إزاي أنت كقلب دفاع تلعب على حتة تساهم أو تساعد في البلد أب أو تدرج بالكورة. والانتقال بالكورة من الخلف للأمام ومساعدة فريقك. وده مهارة. يعني نتمنى أنها تكون موجودة في معظم لعبين هنا. أنت قلب الدفاع لازم يكون عندك السكلزي لازم تطور. السكلزي أساسي في قرط القدم للوقت أنك لازم يعني لازم تبني وعندك قدرة على البناء والتقدم بكورة ولعب الكورة بشكل سليم. ده أساسيات المدفعين دلوقتي في العالم كله. صحيح. فإذا مع وجود ساد يوماني في النزوله لما كنا بنقول حيلعب حتى مهاجم واهمي أو حتى مهاجم صريح بعد رحيل لباندوسكي. الدعب من حطة التكنيكية والخططية سيساعد فيها دي لخت. لأن دي لخت يمتلك هذه القدرات. لعب في التوب فور من 2019. مسمع جدا في أوروبا وكان بيتخاني عليه الفرق كبيرة. وكمان زو خبرات كبيرة جدا. فهيساعد الفريق. فده رجوعا لسؤال لحضرتك. بالنسبة للأعمار طبعا أهمهم هم إزاي أن دعم الفريق. وده نفس الفكر. الاستراتيجية اللي بيشتغل بها هانس فليك مع المنتخب الألماني دلوقتي. هو إزاي أنا أعمل التوليد بين عنصر الخبرة. زي وجود توماس مولر. وأسما كبيرة زيلا. وحتى نوير حارس المرمة. وكقائدين للمنتخب. نفس الفكر في البايرن ميونيخ. لو هو بيمثل المانشوف بشكل كبير جدا. إن أنا يكون عندي التوليفة من عنصر الخبرة والأعمار الصغيرة. أهمهم جمال موزيال. طيب على مستوى سياسة البايرن اتغيرت. هل فيه تغير في سياسة البايرن؟ ده اللي إن شاء الله هنعرفه من خلال السي أو أو مدير التنفيذي لباير ميونيخ أوليفا كان. لكن بعد الفصل. أهلا بحضراتكم مرة تانية. ما زلنا مع ملف البايرن؟ وهل تغيرت سياسة باير ميونيخ خلال السنوات القادمة؟ محمد زي ما بقولك الأول أوليفا كان طبعاً المدير التنفيذي للبايرن. دلع قال لابد من تغيير سياسة 50 بلاس 1. وكمان على مستوى تغيير السياسة في البايرن بشكل عام؟ هل انت شايف البايرن هيبقى هو أول نادي في ألمانيا بيغير سياساته؟ ويتبعه بعد ذلك دورتموند وكل الأندية الألمانية؟ خلينا نسمع الأول أوليفا كان قال إيه؟ ونرجع نقاش معك النقطة دي أنها نقطة مهمة جداً. أوليفا كان السي أو مدير التنفيذي للبايرن قال إيه؟ عن سياسة البايرن خلال السنوات القادمة؟ روبرت ليفاندوفيسكي قال وداعاً أعتقد أن الوقت قد حان لتكريمه ما حققه ليفاندوفيسكي للنادي أكثر من رائع لقد فاز هنا بكل شيء ساهم بدوره في الألقاب أصبح لاعب كرة قدم عالمي يجب أن تضع ذلك في الاعتبار أولاً بالطبع يجب إضافة العامل الاقتصادي للمعادلة بسبب رسوم الانتقال بالطبع لدينا إمكانية الاستمرار في البحث في سوق الانتقالات لدينا إمكانية تطوير الفريق من هنا ولكن أيضاً في المستقبل لدينا فريق ممتاز في جميع المراكز خاصة في الهجوم لدينا الكثير من الخيارات ناغلسمان مدرب لديه الكثير من الأفكار التكتيكية طبعاً على مستوى زي ما بقول لحضراتكم على مستوى الصفقات ومستوى الانتقالات الناس بتدرس كل شيء يعني بعناية شديدة ولا يستبعدوا طبعاً العائد الاقتصادي أو الفلوس زي ما بنتكلم هو تكلم طبعاً على ليفا يعني بعض الجماهير كانت غضبان شوية لكن طبعاً أوليبا كان بيقول لازم نقرم هذا النجم الكبير لأنه أعطى خلال 8 سنوات كتير جداً جداً للبيرن والكرة الألمانية هنتبع لسه مع حضراتكم وناخد رأي محمد لكن معنا عبر سكايب طبعاً الرئيس السابق لنادي نائب الرئيس السابق لنادي ساوس هامتون لسريد بنرحب بي على شاشة قناة النادي الأهلي شكراً جزيلاً مرحباً بك بنرحب بك على شاشة قناة النادي الأهلي وعايز أتكلم معاك على طبعاً أنت كنت متواجد في العصر الزهبي لساوس هامتون عصر جيد جداً من الانتصارات ولعيبة عظماء كثيرة جداً في نادي كبير زي ساوس هامتون عايز أعرف هل تعافت الأندية الإنجليزية ونرى الصفقات بالملايين هل تعافت القرى الإنجليزية والأندية الإنجليزية من صدمات طبعاً فيروس كورونا وعاد التاني العجل الاقتصادية لمجرها الطبيعي في الكرة الإنجليزية؟ نعم بالطبع كانت أزمة وكارثة كبيرة على العالم كله وأعتقد أن واضع الأندية الكبيرة في إنجلترا كان جيداً جداً أنا تعاملت تعاملت مع أندية كثيرة في هذا الوقت وأعتقد أن الأزمة كانت في عدم تواجد الجماهير واضطرار الأندية لإحتياطات معينة طبية معينة تجاه كورونا الأمر كان في أوروبا كلها بل في العالم كله الأمر كان صعباً ولكن كان علينا أن نلعب المباريات وهذا أثر أيضاً على الجانب الاقتصادي لللعبة لأن الأندية يجب عليها أن تكون في جانب مادي جيد ولكن هذا كان له التأثير الكبير على الكرة الإنجليزية وأيضاً أصبح مشاهدة المباريات في التلفاز أمراً معتاداً للجماهير على عكس ما كان في السابق ولكن الأندية الإنجليزية تعافت وعادت كما كانت من هذه الأزمة مستر ريد طبعاً وليتك مع ساوس هامتون وكان طبعاً تخصصك بشكل واضح للأكاديميات أكاديمية ساوس هامتون التي كانت تعتبر من أفضل أكاديميات على مستوى الكرة الإنجليزية وكما على مستوى الكشفين فين ساوس هامتون من هذه المعادلة من معادلة الوصول للمربع الدهبي من وجود ساوس هامتون الفريق الكبير من الطوب 5 في البريميال ليج شايف إيه اللي ناقص ساوس هامتون للوصول لهذه الدرجة والتنافس على المستوى الأوروبي أعتقد أن ساوس هامتون الآن لديه فرصة جيدة للمرة الثانية كان لديه فرصة جيدة منذ أن كنت في النادي كان لديه فرصة جيدة للتأهل للبطلات الأوروبية أعتقد أعتقد منذ حوالي 12 عاماً قد بنينا منشأ أكاديمي جيد جداً على مستوى الناشئين استطعنا أن نجعل النادي في مصاف الأنديلة الكبيرة في إخراج اللاعبين الصغار وإحراز المزيد من العائد المادية للنادي استطعنا أن نرسخ لفلسفة خاصة بساوس هامتون على المستوى الناشئين ولكن الأمر ليس كما كان في السابق الآن صحيح الأمر مزي كما كان في السابق أعتقد كمان رؤيتك للمان سيتي هل كمان سياسة المان سيتي تغيرت وهذا الموسم يمكن فيه فائد ما بين شراء ولعبين للمان سيتي بمبلغ حوالي 14 مليون يورو على غير ما كان في السابق الصرف كثير جداً جداً ولكن هذا الموسم من المان سيتي بيعمل الرفح ما بين بيع اللاعبة وشراء اللاعبين حوالي 14 مليون يورو شايف المان سيتي ازاي وهل ديات سياسة جديدة للمان سيتي نعم ما يظهر الأمر أن هذا أن هذه الاستراتيجية الخاصة بمانشستر سيتي أعتقد أن منشستر سيتي لديه ملاك جيدين جداً يتعاملون ويطورون في النادي بشكل جيد أعتقد خلال ثماني سنوات سنوات منشستر سيتي أصبح أفضل ناد على مستوى الصفقات وعلى مستوى العقود أعتقد أن إدارة النادي تتطور من الجانب المادي من الجانب الاحترافي اللاعبين الآن يرغبون في التعاقد مع مانشستر سيتي أكثر من أي وقت مضى مانشستر سيتي الآن هو أصبح لقمة الأنديا الإنجليزية وفي نفس الوقت أصبح لديه المواهب العديدة التي يتعاقد معها وأصبح لديه التوازن بين الجانب المادي واستخدام الأموال واستخدام اللاعبين طبعا يعني كمان كنا إن شاء الله أكيد هنتواصل معك عن محمد صلاح ورؤيتك سريعا لمحمد صلاح وتجديد تعاقده مع ليفر بول أنت شايف هل هي هذه الخطوة الصحيحة لمحمد صلاح تواجده مرة تانية أو استمراره في البريمير ليج لسنوات قادمة لتحقيق إنجازات مع ليفر بول أم كان من الأفضل انتقال محمد صلاح لأحد الدوريات الأخرى أعتقد أن القرار أن القرار بوضوح كان قرار محمد صلاح لا أعتقد أن محمد صلاح كان سيختار اختيار خاطئ محمد صلاح لعب محترف هو أفضل لعب في العالم في هذه الفترة هو سعيد جدا في ليفر بول هو يرتاح في تواجده في النادي يمتاز بالاستقرار في النادي أعتقد أنه لا فائدة من انتقاله لأي نادي آخر فيما ليفر بول سيحقق البطولات بلا شك وسيظل واحد من أفضل اللاعبين في العالم ومن خلال تواجده في أحد أفضل أندية العالم الآن أعتقد أن تجديد العقد اللي بالنسبة لمحمد صلاح كان شيئا جيدا وأعتقد أنه سيحقق نجاح أكثر مما كان وأعتقد أن الفترة القادمة أفضل لمحمد صلاح وليفر بول نشكرك شكرا جزيلا ليس ريد طبعا نائب رئيس نادي ساوس هانتون السابق ولقاء كان أكثر من رائع هنروح لفاصل سريع بعد الفاصل نواصل ملفاتنا في المحترف أهلا بحضراتكم مرة تانية كنا نتكلم من قبل سكايب كنا نتكلم على سياسة البايرن كنا نتكلمنا وشفنا أوليفا كان المدير التنفيذ للبايرن واتكلم بشكل يعني راق جدا على رحيل ليفندويسكي إلى برشلونة وأن سياسة البايرن مستمرة في تدعيم السقوف ووصول دايما البايرن لمنصات التتويج محمد إيه رأيك في الله أوليفا كان وخاصة أن بعض الانتقادات كانت على ليفا وإصراره على الرحيل ولكن طبعا أوليفا كان الرئيس التنفيذي بيشكره وبيقول إن إحنا كمان هنكرم هذا النجم الكبير لابد لازم يكرم روبرت ليفندوسكي طبعا يعني إنجازات كبيرة جدا 8 سنين عمل كل حاجة وساهم مساعد بايم يونيخ في تحقيق ألقاب كبيرة جدا هنتكلم أكيد بالتفصيل عن ألقابه ولكن أوليفا كان مع ضغط كبير جدا بيعملوه دلوقتي في ألمانيا مع عناصر كبيرة جدا حتى بروسيا دورتموند ليبسيش وفرانكفورت آنترخت وفرانكفورت آنترخت فرانكفورت خاصة بعد التدويج بالدوري الأوروبي وحيالعب مباراة السوبر الأوروبي مع أمام ريال مدريد عاملين ضغط كبير جدا كالأنديال ألمانية لأنها بقى لها خمس سنين تقريبا متواجدة بشكل كبير جدا في بطولة أوروبا الضغط اللي عاملينه دلوقتي في ألمانيا على تغيير القاعدة 5 plus 1 هيساهم بشكل كبير جدا في تغيير سياسات البايم يونيخ لاستقطاب لعبين بمبالغ أكبر للمنافسة طبعا خلي بالك المستثمرين كمان يعتبر كمان منفذ كبير جدا الاستثمارات كبيرة في الدوري الألماني الدوري الألماني عندهم أندية عظيمة يعني ما نتكلمش بس على البايرن ودورتمون في أندية زي فرانكفورت في ليبسيك في شتوتجارد كمان من الأندية الكبيرة لكن ينقصها المستثمر ينقصها بعض الاستثمارات اللي تخدم النادي ويجيب لعبة مميزة سحيح أنا بشوف أن المستثمرين مستنين اللحظة دي لأن من الدوري الألماني زي ما قلنا بيطلع لعبين للدوريات في العالم كله على أعلى مستوى بس ولكن تسويقهم بالمبالغ الضخمة ده ينقص طبعا الخبرات الموجودة فيه أو المحتاجات البونسليجة واللي بتعدمه طبعا القاعدة الموجودة محمد وإحنا مع بعض كمان طبعا أرقام ليبا قدامنا أرقام رهيبة جدا جدا بتتكلم على عدد مشاكلات 375 إلى أهداف 344 هدف صناعة هدف 72 بطولات 10 بطولات القابل فردية 48 لقب أنت بتتكلم على أرقام مذهلة ده ياخدنا هياخدنا للمركاتو بالنسبة للدوري الأسباني وطبعا صفقة رحيل ليبا من البان إلى برشلونة كمان انت شايفها إزاي وهل ليبا كمان هيحق نجاحات مع برشلونة مع اختلاف الكرة في أسبانيا مع اختلاف الليجة عن البونسليجة شايف الأمور إزاي بالنسبة لبرشلونة الموسم القد أنا من وجهة نظري شايف أن برشلونة أقوى فريق في المركاتو الحالي نجاحات كبيرة جدا بصفقات ممتازة جدا أهمهم طبعا روبرت ليباندوسكي وهيكون عنصر إضافة كبيرة جدا الناس بتشوفها من الناحية التكتيكية كابتن هاني أن روبرت ليباندوسكي مش هيكون الإضافة الكبيرة لبرشلونة لأن طريقة لعب بايم يونيخ واللي اعتاد عليها روبرت ليباندوسكي في الثمان سنين الماضية طريقة لعب مختلفة تماما زي ما احنا عارفين اللعب طبعا قوي جدا عنيف جدا قطع كرة بسرعة اللعب العرض الطولي وجود روبرت ليباندوسكي في منطقة الجزاء وفي منطقة الستة بشكل بير جدا رأس حربة رقم تسعة رأس حربة صريح ده قد يخالف بعض التاكتيكس لتشافي ولكن في حتة مهمة جدا دلوقتي بيكملها أو كملها تشافي مع العظيم اللي هنتكلم عليه النهاردة طبعا اليماني ده مدير قطاع كرة هنتكلم عليه في برشلونة وحنقول عمل ايه ولكن روبرت ليباندوسكي مع وجود الجناح الخطير اللي جابه تشافي مع برشلونة رافيينيا هيكون إضافة كبيرة جدا لأن احنا برشلونة أحرز 65 هدف الموسم الماضي وعنده نسبة كبيرة جدا من إضاعة الهدف محتاجة لاعب تلينيكل فينيشر زي روبرت ليباندوسكي موجود جوه الستة ده اللي هيساعد الفريق بشكل كبير جدا فمتخلم يكون عندنا جناح رافيينيا رافيينيا طبعا لعيب مميز وكمان على مستوى كل محبي برشلونة وأنا واحد منهم طبعا من محبي برشلونة شايف أن تشافي في وقت قصير جدا عمل مشروع عظيم والناس قالت محتاجة خمس ست سنين للعودة للبطولات لكن أنا شايف من خلال يعني من الديلز اللي اتعمل مع اللعيبة المميزة اللي جات أعتقد برشلونة هيكون منافس قوي جدا جدا للريال الموسم القادم خاصة وجود ليباندوسكي لعيب مميز لعيب هداف نشوف قال إيه بعد انتقاله من البايرن إلى برشلونة لكن بعد الوقت أخيرا أنا هنا أنا سعيد للغاية سعيد بحضوري وانضمامي لبرشلونة الأيام الأخيرة كانت طويلة وتم التوصل للصفقة آخر الأمر الآن يمكنني أن أركز في فتح صفحة جديدة في حياتي ولكنني شخص يحب الفوز دائما وأيضا الحصول على الألقاب لذا سوف نعمل تحقيق الانتصارات منذ بداية الموسم وحتى نهايته للمنافسة على الألقاب بالنسبة لي دائما الهدف الرئيسي هو إحراز أهداف أعمل دائما للفوز ليس بالمباريات فقط ولكن بالألقاب أتطلع لذلك وأعلم أن لدينا لاعبين جيدين كثيرين يملكون مواهب مذهلة يمكن أن نحقق إنجازات كبيرة أنا واثق من ذلك واضح أن ليفا حالته المعنوية عالية جداً جداً يمكن بعد الصور في البريسيزون مع البايرن كان شكله متغير لكن واضح محمد أن حالته المعنوية عالية جداً والراجل بيقول لك خلاص أنا بدأت صفحة جديدة في حياتي وهو راجل بيلعب على الألقاب بيلعب على البطولات وبالتالي شايف أنه هتكون عنده طاقة جديدة وزي ما بيقولوا كده بلغة الكورة جعان كورة لسه مع برشلونة الموسم القادم هو جعان حاجة واحدة البالندور 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 أنا أعتقد انتقاله لبرشلونة وهو عارف كويس جداً أن الليجة الأسبانية بتلعب دور كبير جداً من ناحية الماركتينج والتسوية والميديا في عملية البالندور بغض النظر عن تغيير الكواعد بتاعتها بالألقاب الفردية أو الألقاب الجماعية أو أول لكن كابتن هنا أنا شايف أن واحد زابست مرتين يعني جايزة زابست مرتين الحزاء الزهبي مرتين هداف البوندس ليجة ست مرات في أسرار كبيرة جداً في أرقام روبرت ليفندوسكي أفضل هداف في الجولة الأولى في تاريخ البوندس ليجة أحرز 23 هدف في جولة أولى جولة وحيدة في تاريخ البوندس ليجة أحرز أسرع من أحرز هاتريك وسوبر هاتريك في مباراة واحدة يعني أنا لو أتكلم على الأرقام يعني بالمناسبة وأحرز أربع هدف في ريال مدريد وهناك دلوقتي أيوة فيه هجوم في يعني طبعا المنافسة والمقابلة نتكلم على طبعا كريم بنزيمة أمام ليفا الموسم القادم عشان كده هو روبرت ليفندوسكي رايح من أجل البالوندور طبعا وتكملة للإنجازات كأسطورة وأحرز أربع هدف في ريال مدريد زي ما قلنا قبل كده ودلوقتي الكلام كبير جدا هتقدر تحرز أربع هدف في المقابلة قادمة كريم بنزيمة طبعا هو العائق الكبير والمنافس تقدر يقولي الأوحد أو الأصعب لروبرت ليفندوسكي في حالتين الهدف اللي يجا أو البالوندور العوامي طيب احنا بنتكلم على خط هجوم رائع يعني بوجود ليفا عندك أوباما يانج عندك فاران توريس عندك رافينيا عندك كمان منفس دي باي عندك لعيبة مميزة جدا قصرة المهاجمين في الخط الأمامي اللي تشابي الموسم القادم هتبقى مستقرة ولا هبقى فيه سياسة الدور سياسة الروتيشن هل ليفا حيرضى بدوت انت شايف الخط الأمامي ازاي للبرشلونة طبعا الموسم القادم أنا شايف طبعا يعني قدامنا الصورة فيه فاتي ليفندوسكي ديمبلي فاران وباما يانج رافينيا كلهم نجوم كبار جدا انت شايف التركيبة دي ازاي شايفها ازاي هل هيبقى أخطر أو أقوى خط هجوم في العالم على مستوى الأندية برشلونة احنا عايزين نصنف الست لعبين اللي قدامنا دلوقتي من ناحية المراكز يعني نحن الوقت بنتكلم على المركز أو تسعة أو سترايكر صريح بنتكلم في روبرت ليفندوسكي وبنتكلم في أوبام يانج بالزبط والاثنين لعبوا مع بعض قبل كده لو نفتكر في بروسيا دورتمان يعني هما أصلا الموضوع مش جديد بالنسبة لها بالنسبة لأوبام يانج عايزين نقول ان هو شارج في 13 مباراة أساسي هو اللعب 17 مباراة في الموسم الأخير مع البرشلونة وأحرص 11 هدف نسبة التهديف عند أوبام يانج عالية جدا لما يكون في إضافة زي واحد زي روبرت ليفندوسكي محتاجه تشافي كزي ما قلنا تلينيكر فينيشر يقدر أن هو يعني يحرز أهداف من من أنصف الفرص حيكون عامل مكمل جدا نرجع لبقية اللاعبين ديمبلي ديمبلي ورفيينة وفاتي دولب نتكلم على أجنح يعني نتكلم دلوقتي المنافسة الشالسة هتكون ما بين رفيينة ودمبلي يعني أنت بتتكلم على 2 رأس 4 9 بتتكلم على ليفا مع أوبام يانج دول 9 بالضبط صراحين بقية يعني فاتي وبتتكلم على ديمبلي وبتتكلم حتى على رفيينة كلهم أجنحة بالضبط ولكن رفيينة هيكون هو الأقوى من وجهة نظر ديمبلي مستوامش مستقره رغم رغم الإصابات الكثيرة ومساهماته والمسم الماضي في مباريات وعدد دقائق وليلة جدا كابتن هاني ولكن ساعد في صناعة وطريبا هو أفضل صنع أهداف في الليجا الماضي ديمبلي على رغم من المشاركات الضعيفة جدا أو القليلة جدا نرجع طبعا لرفيينة رفيينة ده حكاية ده قصة تانية حيساعد طبعا التاكتك بتاع تشافي بشكل كبير جدا وحنتكلم عليه أكيد بتفاصيل بعد كده رفيينة لعب وينجر رجل اللي بيقطم لجوه زي ما شفنا على سبيل المثال جيسوس وبيزاي بيرقص وعنده المراوغات والمهارة والمرونة الفنية والعالية جدا والمروغات عالية جدا اللي بيميز رفيينة مش بس المراوغات أو ان هو يكون إنسايدر لا ده هو كرياتور صانع ألعاب صانع ألعاب بشكل كبير جدا فتخائل لما يكون واحد مهارة عالية جدا زي رفيينة بيقدر ان هو يقطم يرقص واحد واثنين وثلاثة وجود ريبرت لبندوسكي من أنصاف الفرص اللي هيقدر إنه هو يبصه له هو كمان كرياتور أو صانع ألعاب هيعمله جبهة نارية هجومية نارية جدا اللي تشافي طبعا هنتكلم على حتة إن فيه كوندي يلاعب أشبلية والليس هنتكلم عليها أكيد مع حضرتك إن ده بيلعب دلوقتي طبعا هو قلب الدفاع بتاع أشبلية عارفين إن اليماني اللي هنتكلم عليه بشغل في الغرف المغلقة إن هو يجيب عشان يأمن الدفاع فنرجع لحضرتك عرضتوا دلوقتي الأجنحة هتكون قوية جدا مع وجود ريبرت فندوسكي تدوير اللاعبين البطولات مبدأين هيكون يعني كلنا نتمنى يعني طبعا محبي برشلونة يتمنى أكيد إن يكون موسم قوي جدا لبرشلونة زي ما قال لحضراتكم تشافي من خلال السبقات دي بيعيد تاني برشلونة على الساحة العالمية ومنصات التتويج محمد بنشكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا كالعادة شكرا كابتن هاني شكرا لك نصوت دايما بوجود مع حضرتك شكرا جزيلا شكرا لحضراتكم كل التوفيق كمان لمنتخبنا منتخب كورت اليد اللي يمكن خلال ربع ساعة بيلعب المباراة نهائية أمام كاب فيردي طبعا إحنا الحمد لله وصلنا لكاس العالم ومنظومة كورت اليد دايما بتشرفنا على المحافل الأفريقية وان شاء الله نهاردة تتوج ببطولة أفريقيا وطبعا ان شاء الله ننتظر كمان منهم ميدليا في طبعا كاس العالم لكورت اليد القادمة شكرا جزيلا لحضراتكم ومعادنا ان شاء الله مع المحترف في الأسبوع اللي جاي يوم الاثنين ويوم جديد وحلقة جديدة من المحترف